السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية تفعيل ميزة التحقق بخطوتين في الواتساب فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة عشان تقدرون تفاعلون هذه الميزة كل عليكم تسوونها تروحون على الثلاث نقاط اللي فوق علي سار من هنا تروحون على خيار الاعدادات وبعد كده تروحون على خيار الحساب فهنا رح يضر عندكم من ضمن الخيارات اللي هو التحقق بخطوتين تضغطون عليه فلما تفعلون هذه الميزة رح يزيد عندكم الامان بشكل كبير فاذا كان في احد يبغي يدخل على نفس الواتساب الخاص فيكم رح يطلب مننا الواتساب تسجيل رمز التحقق بخطوتين فعشان كده الان رح نفعل هذه الميزة فمن هنا تضغطون على خيار تشغيل وبعد كده تسجلون هذا الرمز لازم الرمز يا شباب تحفظونه عندكم وبعد كده هنا تسجلونه مرة ثانية بعد تسجيل الرمز كل عليكم تسوونها تضغطون حف كده لو تلاحظون فعنا هذه الميزة بكل سهولة الان الشباب رح يطلب منكم تسجلون بريد الكتروني ففي حال انكم نسيتوا الرمز التحقق بخطوتين تقدرون تغيرونه أو تستبدلونه عن طريق البريد الكتروني فيفضل يا شباب منكم تفعلون البريد الكتروني وتتأكدون انكم مسجلين بريد الكتروني صحيح لكننا ما رح يستخدم بريد الكتروني رح يسوى التخطي وبعد كده تضغطون تخط البريد الكتروني فاذا حابين تقفلون هذه الميزة تضغطون على ايقاف رح يتم ايقافها بشكل مباشر فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلام